بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين نرحب بكم اليوم الجولة الثالثة من جولات الناتشرال لغارتهم اللغارتهم الطبيعي واليوم جولتنا رح تكون سريعة نوعا ما لحلول الأسئلة الواجب اللي أخذناها في الدرس الماضي لمناقشة الأسئلة الواجب وشنو التغييرات اللي ممكن تجينا في هذه الأسئلة لأن امتحانكم إن شاء الله رح يكون باشر وبعض الأفكار اللي رح أسولفها اليوم رح تكون ضمن مادة الامتحان ليوم غد أكو فد واحد زعلان علينا يمكن لذلك هنا مريد أحد يزعل علينا وهذا اللي زعلان علينا هو كتاب الرياضيات للسادس العلمي اليوم ما رح نباوى على الملزمة اليوم حذرت لكم الكتاب اللي موجود عدكم واستلمتوه من مدارسكم إذن هنا صفحة 158 وصفحة 159 طبعا أكو كتاب ما نحيائي أكو كتاب ما تطبيقي نفس المواضيع بإضافات بسيطة للتطبيقي إذن أكو اختلاف بالصفحات بالنسبة للأحيائي والتطبيقي الأسئلة الواجب هي كانت البارحة اللي موجودة صفحة 159 ورح نحاول نناقش هذه الأسئلة الواجب بشيء من التفصيل وأجي أقول لكم شنو التغييرات اللي ممكن تطرع على السؤال بامتحان باتشر إن شاء الله إذن أول الأسئلة اللي موجود أمامكم يقول لي اثبت أن ناتج هذا التكامل يساوي 200 وأريد نقاش من عدكم على مود نشوف مدى استيعابكم للأفكار العامة وعلي حيدر نعم استاذ نعم استاذ أول شيء نحاول كل أس موجود نعم يعني معناها راح يصير عندي شنوى نحاول أن استاذ أول شيء قوس شبير ما فوق واحد على ثلاثة إذن واحد على ثلاثة ناقص واحد إذن اكس واحد على ثلاثة ناقص واحد الكل أس واحد على ثلاثة زين وبعد فيه أكس أس سالب ثلاثة على ثلاثة أكس أس سالب ثلاثة ثلاثة إذن هذا دي أكس نعم استاذ شنو مشتقد داخل القوس مشتقد داخل القوس X1 على 3 يصير X بالسالب 2 على 3 في 1 على 3 يعني اللي احتاج 1 على 3 1 على 3 X بالسالب 2 على 3 اذا احتاج بالداخل 1 على 3 وبره رح يكون 3 اذا شنو ناتج التكامل ناتج التكامل يصير القوس اللي انت نفسه زيد الاس 1 ونضرب فيه بقلوبه اذا هنا هذا رح يصير عندي اس 3 على 2 ومقلوبه هو 2 على 3 اكيد هنا رح يكون قوس بهذه الصورة من 1 الى 8 بعد قبل ما اعوض لازم ارجع الى جذور اذا هنا رح يكون يساوي نعم يصير يساوي اثنين اثنين برا والقوس نفسه يصير عندك الـ الـ يصير تحت الجذر التكعيبي نعم والقوس كله تربيع القوس كله تكعيب تحت الجذر التربيع جيد القوس تكعيب وهذا كله تحت الجذر التربيعي من 1 الى 8 هسه هنا رح اجي اعوض الحد الاعلى والحد الادنى نعم استاذ الحد الاعلى الـ 8 اه اعوضه تحت الجذر جذر اكس يطلع اثنين ناقص واحد نعم ناقص واحد يبقى واحد اذا واحد اما الـ تكعيب تحت الجذر التربيعي زين بعد ناقص القوس اللي اخرح هطلع ناجه صفر انه هو واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد تكعيب تحت الجذر التربيعي اذا اول واحد اثنين ناقص واحد واحد تكعيب واحد جذره رح يكون واحد والثاني رح يكون عندي صفر اذا معناها اثنين في واحد ناقص صفر اذا الجواب يساوي اثنين هسه رح تقول لي شنو التغيير اللي ممكن نسوي على هذا السؤال بالامتحان باجر واحد من التغييرات اللي ممكن إجراءها بأن هذا أسوي جذر التكعيبي للأكس تربيع وهذا رح يصير فقط الجذر التكعيبي للأكس إذن معناها داخل القوس رح يصير أكس أس 2 على 3 خارج القوس رح يصير أكس أس سالب 1 على 3 شنو مشتقد الأكس أس 2 على 3 رح يصير 2 على 3 أكس أس سالب 1 على 3 إذن بالموازنة رح أحتاج هنا 2 على 3 وأحتاج بر 3 على 2 إذن هذا التغيير الأول اللي ممكن يصير التغيير الثاني مكان ما أقول من 1 إلى 8 ممكن أقول لكم من 8 إلى 125 نفس العملية رح أجي أكامل وبعدين أعوض حد على وحددنا السلو أجي أعوض 125 الجذر التكعيبي لل125 رح يصير 5 5 5 ناقص 1 رح يصير 4 يعني معناها رح يصير جذر 4 تكعيب جذر الأربعة هو 2 تكعيب 8 إذن معناها رح يكون عندي 8 هذا ما يخص السؤال الفرع أي من السؤال الثالث اللي عنده أي مداخلة جذر الفرع بي من نفس السؤال اللي هو يريد مني تكامل طبعا هنا هذه الأسئلة يقول لي اثبت وأعتقد هذا السؤال شبيه لهذا السؤال امتحنا بي ذاك اليوم سؤال الامتحان كان 6 ناقص 3x داخل المطلق هس هنا أبو الكتاب يقول لي لا مطلق 3x ناقص 6 أريد تذكروني شلون أجري التكامل لدوال القيمة المطلقة نعم علي منصور مرحب أستاذ السلام عليكم عليكم السلام أستاذ أول شي أخذ المطلق 3x ناقص 6 على صفحة وأسوي دالة شطرية إذن هذا رح حوله إلى دالة شطرية زيان شلون أحول إلى دالة شطرية أستاذ بالبداية بالبداية أحط فارزة فارزة نعم أكتب نفس الدالة يعني من جهة اليمين 3x ناقص 6 وهناك ربط 3x ناقص 6 نعم أكبر أو يساوي الأولى صفر نعم والثاني أصغر من صفر أصغر من صفر زيان هس هنا هذه من جهة اليمين من جهة اليسار رح أكتب من جهة اليسار أستاذ الدالة نفسها يعني موجبة والجوها يصغر سالب الدالة يعني جيد الأولى 3x ناقص 6 نعم والثاني والثاني سالب 3x زائد 6 زائد 6 إذن إذا كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد زيان شنو الحد الفاصل في هذا السؤال أستاذ الحد الفاصل هنا 3x 6 تعبر مقسم على 3 راح يطلع 2 يعني يعني x أكبر أو يساوي 2 وهذا راح يصير عندي x أصغر من 2 إزيان حس هنا بالملزمة آنثة بتلكم الاستمرارية بالسداسية ولكن أكو ملاحظة أخذناها بأن دوال القيمة المطلقة هي مستمرة دائما لذلك يكفي بأن أجي أكتب الدالة مستمرة إذن هنا يكفي أن أذكر هذه العبارة بس ضروري أن أذكرها إذن هنا الدالة مستمرة الدالة مستمرة على اليمن على سالب 2 4 فترة مغلقة إذن هنا على الفترة المغلقة سالب 2 4 هس الحد الفاصل هو 2 هل الثنين موجود بين السالب 2 نعم موجود موجود نعم موجود إيش ديريد مني هسه هو ديريد مني تكامل من سالب 2 إلى 4 مطلقة 3x ناقص 6 3x ناقص 6 dx شرح يساوي هذا من سالب 2 من سالب 2 من سالب 2 للحد الفاصل اللي هو 2 للثنين زائد زائد من 2 لل4 من 2 إلى 4 زين شرح أكتب بالتكامل الأول وش أكتب بالتكامل الثاني استاذ التكامل الأول أصغر من الدال الأصغر من لحد لحد الفاصل لسالب 3x زائد 6 إذن هذا هو سالب 3x زائد 6 ورح أقولي هنا dx إذن لعداد المحصورة بين السالب 2 والثنين هي أصغر من 2 لذلك اختارت الدالة اللي هي الأصغر من 2 لعداد المحصورة بين الثنين والأربعة هي أكبر من 2 يعني 3x ناقص 6 ناخذ الدالة إذن معناها رح يصير 3x ناقص 6 dx اللي مكاتب القوس يعني هنا رح نقص درجات هس هنا رح أجري عملية التكامل ما رح يصير ناتج التكامل ناتج التكامل استاذ أكس تربيع أكس تربيع على سالب 3 مضروف في سالب 3 على 2 إذن سالب 3 على 2 x تربيع زائد زائد 6x زائد 6x إذن هذا ميلي وين هذا من سالب 2 إلى 2 وهذا ش رح يصير زائد نفسه اللي هو 3 على 2x ناقص 6x ناقص 6x هذا ميلي وين من الثنين إلى الأربعة من الثنين إلى الأربعة وبعدين هنا رح أجري عوض تعويض مباشر إذن هنا رح يصير عندي قوسي بياناتهم طرح نعم وأيضا هنا رح يكون قوسي بياناتهم طرح من عوض الثنين رح يصير عندي سالب 6 سالب 6 زائد 12 زائد 12 مزيلا من عوض السالب الثنين سالب 6 ناقص 12 من عوض الأربعة يصير يصير لأنه رح ي 16 ويهي الثنين ثمانية فيه ثلاثة 24 24 ناقص 24 صفر رح يصير هذا هذا رح يصير صفر ومن عوض الثنين سالب 6 يريد يجيب الكيام مرة ثانية ممكن يصير ببعض التغييرات واحد من هذه التغييرات إذا ردت أقول لك نفس التكامل ولكن هذا يكون من 3 إلى 7 ومكان ما من سالب 2 إلى 2 أقول لك من 3 إلى 7 رح تقول لي الأعداد المحصورة بين 3 وال7 هي كلها أكبر من 2 إذا رح أجي أختار هذه الدالة فقط والثاني أهملها اعتبرها ما أكو إذا أريد تكامل مثلا من سالب 3 إلى 1 أقول أعداد المحصورة بين السالب 3 3 وال1 هي كلها أصغر من 2 إذا رح أجي أختار هذه الدالة فقط وأعتبر الأولى ما أكو لكن يقول لي من سالب 3 إلى 7 مثلا إذا الحد الفاصل موجود فرح يصير عندي تكاملي من سالب 3 إلى 2 ومن 2 إلى 7 ممكن داخل المطلق أغير مكان 3 X 6 أقول لك مثلا 3 X ناقص 9 إذن بهالحال الحد الفاصل رح يصير 3 ممكن أقول لك 2 X ناقص 8 الحد الفاصل رح يصير 4 وهكذا اللي عنده مداخلة قبل أنتقل إلى السؤال الآخر السؤال الآخر وبعدنا في كتاب المنهجي والسؤال الرابع السؤال الرابع فيه ثلاث تكاملات هنا يقول F X مستمرة على الفترة سالة 2 6 إذن هنا يقول F X continues in close interval ويطني هالفترة ويقول Find وتكامل معين إذن لو أجاب على ذني التكاملات التلاثة أشوف اللي يميز هذه التكاملات التلاثة أكو عندي من 1 إلى 6 وأكو عندي سالب 2 إلى 1 وأكو عندي سالب 2 إلى 6 إذن شنو اللي خطر على بالك من شفت ذني التكاملات التلاثة أسماء عبد الكريم نعم السؤال نعم السؤال هنا نكامل سوى السؤال الخاصية شنو تقدر تذكر للخاصية أستاذ يعني خاصية تكامل الأصلي من هو أستاذ من دقيقة من سالب 2 إلى 6 إذن التكامل الأصلي هو من سالب 2 إلى 6 من 1 إلى 6 من 1 إلى 6 ما معلوم ما معلوم ما معلوم نعطيني نعطيني ثلاثة نعطيني ثلاثة هذه المعلوم فصلة يعني 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 يصير استاذ تكامل 2 إلى 6 زائد تكامل 3 من سالب 2 إلى 6 3 ثلاثة دي أكس يساوي إذن يساوي 32 زين إذا هذا فصلته أنا معرف يعني شب سوي هذا خطيئة ودريد مننا فصل زين نطلع نستخرج تكامل هذا رح ينزل تكامل من سالب 2 إلى 6 إلى 6 زائد زائد هذا شي يصير استاذ هنان ثلاثة ثلاثة من سالب 2 إلى 6 ثلاثة 2 إلى 6 هذا يساوي 32 إذن معناها تكامل استاذ عندنا 18 ناقص زائد 6 إذن 18 ثلاثة في 6 ناقص ثلاثة في سالب 2 سالب 6 يعني رحز زائد 6 يساوي 32 إذن 18 زائد 6 هذا 24 يحول إلى الطرف الآخر 32 ناقص 24 إذن معناها رحز تكامل من سالب 2 إلى 6 F of X DX 32 ناقص 24 اللي هو 8 حس رح أروح للخاصية لكتبتها هذه صار 8 إذن معناها من خلال التعويض رحز من سالب إلى 1 F of X DX شي ساوي 8 ناقص 6 8 ناقص 6 اللي هو 7 إذن شكرا إلك إذن السؤال يعتبر سهل نسبيا رح تقول شنو التغييرات اللي ممكن رح يسويها إن باتشر بالامتحان أو حتى بالوزار ممكن يسويها واحد من ذني التغييرات أم كان ما أقول لك تكامل من 1 إلى 6 F of X DX يساوي 6 أقول لك تكامل من 6 إلى 1 F of X DX يساوي سالب 6 من رح توصل إلى هنا تقول لي إذن هذا يساوي 6 لأن إحنا ما أخذين ملاحظة من أبد الحدود التكامل الأعلى يصير أدنى والأدنى يصير أعلى فيكون نفس الجواب عكس الإشارة هذا التغيير الأول التغيير الثاني هذه الدالة أصلا هذه مكان ما فقط F of X أقول لك هنا 2 F of X أكتبي هنا 2 وهذه أسوي 64 إذن إش رح أسوي رح يصير 2 F of X وحدها 3 وحدها تكامل تعوض على أدنى تحول إلى الطرف الآخر فرح يصير عندك 2 تكامل من سالب 2 إلى 6 F of X DX يساوي مثلا يطلع عندك 16 على سبيل المثال إذن رح تقول إذن التكامل الوحدة رح 16 على 2 اللي هو 80 إذن هذه التغييرات اللي ممكن أسويها إليك بالامتحان ما يخص السؤال الرابع اللي عنده مداخلة ماكو سؤال إذن أنتقل سوياكم إلى السؤال الخامس والسؤال السؤال الخامس هو سؤال مركب من ثلاث مواضيع سؤال مركب من ثلاث مواضيع هم تكاملات دوال جبرية وهم تكاملات دوال دائرية مثلثية وهم إيجاد قيمة مجهود لكن هذه الأفكار التلاثة من أجي أتعامل مع كل فكرة لوحدها هي بأبصد صورة هسا شنو تكامل الأكزاء النص شنو تكامل السيكن تربيع شلون أجي أحسب قيمة أي في هذا السؤال وأسمع غسق أول شي رح أنزل للتكامل رح يعني أفصل التكامل الأول نعم ما يصير يعني رح يصير تكامل من واحد إلى AXDX زاء التكامل من واحد إلى A نص دي X يعني أكو ضرورة شوفين لهذا الفصل يعني ما أقدر أكامل ها رأسا السيكن حجز صحيح صحيح التكامل يتوزع على الجمع والطرح صحيح جدا وإنت ستستخدميني الطريقة العلمية الدقيقة ولكن نقول هذه ما مجبر عليها ما طول أني أقدر أكامل هم رأسا فش رأسا تكامل نصف X تربيع نعم زائد نصف X لحد التكامل من واحد يعني حد من واحد إلى A إذن هذا رح يكون من واحد إلى A يساوي يساوي لي اثنين تكامل تكامل تربيع X هي 2X جيد يصير 2 في 2X من صفر إلى 4 على 4 إذن 2 2X من صفر إلى Pi على 4 هس أعوض حد على حد أدنى للطرف الأيسر أعوض حد على حد أدنى للطرف الأيمن شي يصير رح يصير نصف A تربيع زائد نصف A ناقص نصف زائد نصف جيد نصف زائد نصف اللي هو رح يصير عندي واحد زين الطرف الأيمن طرف سيصير الاثنين في تان Pi على أربعة اللي هي واحد ناقص تان الصفر الصفر اللي هو صفر إذن الصفر لي هس صفر لي نصف أي تربيع زائد نصف أي ناقص واحد يساوي اثنين باعتبار تان الخمسة واربعين تان Pi على أربعة واحد وتان الصفر هو صفر زين شلو نحل هذه المعادلة رح أنقل الاثنين للطرف الثاني نعم أول شي رح أضرب بالاثنين رح أضرب ممكن أصفر المعادلة وبعدي نضرب المعادلة كلها بالمقام وممكن بالعكس فكيفي كلاهما صحيح هسا إذا ردت المعادلة كلها أضرب في اثنين شل رح يصير عندي رح يصير عندي أي تربيع ناقص أي ناقص ستة إذن ناقص ستة هنا أي تربيع هذا هو زائد مناقص إذن معنا أي تربيع زائد أي ناقص ستة يساوي صفر إذن شلو رح حل بتجربة رح حل بطالة رح يصير أي زائد ثلاثة هذا القوس الأول والقوس الثاني أي ناقص يساوي صفر أي تساوي صفر إذن معناها either or نعم أي تساوي أي تساوي صالب ثلاثة or أي تساوي اثنين زين أكو واحد يهمل يهمل أكوه ما أكو اثنين ثم مقبولة إذن هنا هنا قلنا الأي سمية بالحد الأعلى لأنه فوق يعني ما لعلاقة بالأكبر والأصغر إذن كلاهما مقبولة إذن راح تقولولي شنو تغيير اللي دا تفكر بيه باشر شنو تريد يسوي أقول لك أقول لكم واحد من الأمور أنا راح أقول لكم هذه ثنين يعني الأي اللي بالسؤال هذه أنا أكتبها ثنين خطيئة وهذا راح أكتب أي الأي لو رأسا تطلع لكم قيمة وحدة اللي هي واحد لو تطلع لكم قيمتين وحدة منهم هي واحد زين ممكن السيكن تربيع لا أسوي كو سيكن تربيع طبعا حدود التكامل لازم أبدلها تكامل السيكن تربيع هو تان إذا تكامل كو سيكن تربيع راح أصر عندي سالب كو تان هذه الدالة ممكن أبدلها مكان ما هي أكس زائد نص ممكن أسوي هي اثنين أكس مثلا ناقص ثلاثة إذن نفس الفكرة ممكن تجيكم والحل العام هو بالصورة اللي موجودة أمامكم اللي عنده أي سؤال أستاذ نعم شوكت أخذ هاي القيمة وشوكت ما أخذها يعني سبجة وقيت ما أخذها والفول قيت عادة أثنين أخذها لا أنا ما قيت ما أخذها هاي سبجة أخذها القيمتين نعم ما عندي شيء أهم لا القيمتين تأخذ إلا إذا هو قل لي بالسؤال جد قيمة أي تنتمي إلى أر موجب هو يقول لي Find the values of a belong to are positive إذن هنا الأكيد راح أخذ الثنين والسالب راح أجي أهملها لكن إذا فقط قل لي جد قيمة أي لا أثنياناتهم هي ماشية بعد أستاذ نعم أستاذ وإذا أنطانفت انتيرفر معين واستاذ القيمة الأية تطلع موضة من هاي الانتيرفر هنا من يطيني بالسؤال إذا هنا إن شاء الله راح نأخذ موضوع وراء هذا السؤال اسمه areas اللي هي المساحات هنا أكو سؤال راح يجيني يقول لي فترة فترة اثنين بي وهم راح أسوي تكامل مثل ذني البي راح تطلع لي مثلا واحدة أربعة واحدة سالب ثلاثة السالب ثلاثة أهملها مو لأنها أحد أعلى وحد أدنى لأنها تعارض الفترة الفترة لازم يكون صغير كبير إذن إذا الجواب لسؤالك من ناطيني هنا انتيرفر فترة هنا سواء كانت close interval أو open interval هنا أنا لازم أتقيد بالفترة لازم تكون صغير كبير يعني هنا اليسر هنا يقول لي واحد ثلاثة ما ممكن يقول لي هنا ثلاثة واحد ماكوش فترة إذن هنا لازم أجي أتقيد بالصغير والكبير لكن إذا فقط جد قيمة A ومن أعطيني فترة بالسؤال ما قاعد لي A R موجب R سالب فالقيمتين هي تأخذ بنظر الاعتبار تمام ستالع شديد بعد ننتقل إلى السؤال السادس ونرجع إلى كتاب الرياضيات والسؤال السادس دا يقول لي هنا لتكون F of X تساوي X تربيع زائد 2X زائد K حيث K تنتمي إلى R دالة نهايتها الصغرى تساوي سالب 5 إذن هنا طلاب المتميزين السؤال شون يجيكم يقول لكم هنا لت F of X equal X square plus 2X plus K such K belonging to R بعدين هاش جاي يقولي هنا the function is local minimum is negative 5 فإذا يقل لي نهايتها الصغرى ما أخذين ملاحظة أيام زمان في الفصل الثالث إذا يقل لي دالة تمتلك نهاية الصغرى عندما X تساوي 3 مثلا أنا أقول لل X تساوي 3 دالة نهايتها الصغرى قيمتها 3 أنا أقول لها Y تساوي 3 دالة تمتلك نقطة نهاية الصغرى 1-3 أنا أقول لها X هو 1 والY تساوي 3 إذن إذا أراد X يقول لي X إذا أراد Y ما يقول لي Y إذن هذه دالة نهايتها الصغرى local minimum قيمتها سالب خمسة إذن هناك هذي معناها Y قيمتها سالب خمسة ج骯ه هسا أريد أسمع من عدكم الواي قيمتها سالب خمسة أريد أستخرج قيمة اكس شلون لهذه الدالة ونعم ياسر محمد استاذ نشتقل المشتقل الأولى ونسويها بالصفر ايضا اشتقل المشتقل الأولى شن المشتقل الأولى استاذ اثنين اكس زادة اثنين زين هنا شاكتب يعني اف شنو اف فتح للأكس احنا قلنا ما يصنع نقولها فتحة اذا اف فتح للأكس هو شنو هو اثنين اكس زادة اثنين وبعدين اثنين اكس زادة اثنين تساوي صفر يعني معناها اثنين اكس تساوي سالب اثنين يعني معناها الاكس تساوي سالب واحد اذا صارت سالب واحد سالب خمسة نقطة نهاية صغرى اذا سالب واحد سالب خمسة اذا هذه اقول عليها نقطة نهاية صغرى محلية لوكل مني من بوينت اريد اتحقق قبل ما اعوضها اريد اتحقق شون اعرفه فعلا هي صغرى استاذ استاذ المشتقة ثانية المشتقة ثانية من اجي اروح الى المشتقة ثانية اذا هنا رح يصير ف دبل برايم للأكس هذه تساوي اثنيا ما طول المشتقة ثانية اكبر من صفر اذا فعلا هذه صغرى زين حس هذا الاجراء اللي سويته باللون الازرق تعتقده واجب ام مستحب استاذ مستحب لانه اقال دالة نهاية الصغرى هو صغرى لكن اش وقت يكون واجب اذا اشتقدت يعني جوز باشر بالامتحان اجيب لك نفس السؤال بحيث من تجي تشتاق تطلع لك مثلا اكس تربيع تساوي واحد بها الحالة انت شرح تقول لي رح تقول لي الاكس تساوي واحد واكس تساوي سالب واحد دينش مدرك النهاية الصغرى هل هي نقطة النهاية هل هي واحد سالب خمسة لو سالب واحد سالب خمسة بها الحالة رح يكون واجب عليك اما تروح الى المشتقة الثانية او الى خط الاعداد المشتقة الاولى المهم سالب واحد سالب خمسة قلنا نقطة النهاية الصغرى المحلية الوكال من المقوين راح اعوضها بمعادلة المنحنين يعني ش راح يصير عندي استاذ راح يصير سالب خمسة يساوي واحد ناقص اثنين زاد كي ازيان يعني استاذ يعني الكي راح يطلع سالب اربعة الكي تساوي سالب اربعة اذا معناها الدالة شنو صار اسمها اكس تربيع زاد اثنين اكس ناقص اربعة اذا اكس تربيع زاد اثنين اكس ناقص اربعة الجزء المتعلق بالفصل الثالث انتهى هسه راح يتحول السؤال الى فصل رابع شو تريد يقول اريد منك تكامل من واحد الى ثلاثة افوف اكس دي اكس والافوف اكس راح عندي اكس تربيع زاد اثنين اكس ناقص اربعة دي اكس شكرا اليك اريد السهنة طالب يقول لي اه شلون اجي اه اجري التكامل لهذا السؤال نعم طيبة احمد نعم استاذ حصلت اكامل مباشر نعم يعني واحد على ثلاثة اكس تكعيب زاد اكس تكعيب نعم زاد اكس تربيع نعم ناقص اربعة اكس نعم خوص المربعة من الواحد الى ثلاثة اذا معناها من واحد الى ثلاثة هسه اريد اعوض حد اعلى واحد ادنى اعوض الثلاثة حصل واحد على ثلاثة اه ثلاثة تكعيب يعني اسبوع عشر على ثلاثة اية ثلاثة يحصل بيها تسعة اللي هو تسعة زاد ازاد اكس تربيع حصل تسعة يعني ايضا نعم ناقص ناقص اثنى عشر ازيان من اعوض الواحد واحد على ثلاثة زاد واحد ناقص اربعة زاد واحد ناقص اربعة اذا اول قوس ثمنتعش ناقص اثنى عشر حصل الستة ناقص واحد على ثلاثة واحد ناقص اربعة سالة بتلاثة في سالب رح يصير عندي موجة بتلاثة اذا معناها رح يكون عندي تسعة ناقص واحد على ثلاثة او واحد مقامات ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين ناقص واحد يعني معناها ستة وعشرين على ثلاثة ممكن جدا بان اجيب لكم سؤال يشبه هذا بالامتحان مع تغيير اما الدالة اجعل قيمتين اكس تطلع لازم اعرضها على المشتقة الثانية او مكان ما اقول لكم نهاية صغرى اقول لكم نهاية عظمى والتكامل مكان ما يكون من واحد الى ثلاثة اقول لكم مثلا من سالب واحد الى اربعة اذا اذا فاهم اني الاطار العام للسؤال فالامور رح تكون سهلة جدا اللي عنده مداخلة بس اذا كان اكس تربيع عبنى فناخذ يطلع نسالب واحد وموجب واحد نعم بالله عدنا المشتقة الثانية اكبر من الصغر فناخذ الموجب نعم اذا قل لي صغرى ااخذ الناتج الموجب احنا الملاحظة اللي ما اخذيها في ايام النهايات طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية اشتق المشتقة الثانية المشتقة الثانية اذا طلعت عدد ثابت موجب اذا تطلع اي هذا الاي اذا موجب اكبر من صفر اقول النقطة الحرجة هي صغرى محلية اذا طلعت الاي اصغر من صفر اقول عظمى محلية اذا طلعت ثابت اذا المشتقة الثانية طلعت به اكس فاعوض الاكس ما النقطة الحرجة بالمشتقة الثانية اذا طلعت جواب موجب اقول صغرى اذا السالب اقول عظمى اذا الصفر اقول الطريقة فاشلة في المشتقة الثانية ما تشتغل لازم ارجع الى خط الاعداد المشتقة الاولى بعد منه كان عنده سؤال ساد نعم ساد اذا احنا قلنا اذا صغرى ناخذ الموجب ساد احنا اذا طلعتنا اكس سربيع مثل ما قلت اي بعد قبل ناخذ الموجب السالب لا هو الموجب منو ناتج تعويضه بالمشتقة الثانية يعني مو الاكس هو موجب احيانا الاكس موجب بس منعوضه بالمشتقة الثانية يطع سالب تمام ساد فالموجب والسالب هو ناتج تعويض قيمة اكس بالمشتقة الثانية على اساسه انا اعرفه موجب او سالب نروح سؤال آخر نروح إلى السؤال السابع اللي هو أيضا من أسئلة التمارين هذا السؤال أيضا هنا نسميه سؤال تفاملي يعني يجمع بين التفاضل والتكامل نعطيني دالة يقول لي هذه الدالة تمتلك نقطة انقلاب هذا الجزء المتعلق بالفصل الثالث إذن من خلال هذه الدالة كيف أستخرج نقطة الانقلاب نعم ضحى نعم استطر تطلع للمشتقة ثانية تطلع لقيمة X بعد قيمة X أمودها بالدالة الأصلية تطلع لقيمة 1 إذن هنا كيف أصل للمشتقة ثانية أشتغ مشتقة أولى أول شيء هذه المشتقة الأولى في برايم أو في X نعم يساوي 3 من قوسين X ناقص 3 والستين نعم هاي المشتقة الأولى زين المشتقة الثانية بعدين أشتغل المشتقة الثانية نعم 6 X ناقص 3 ساوي 3 إذن يبقى X ساوي 3 أريد قبل ما أعوض بالأصلية خلي أتحقق خلي أتحقق يعني هنا رح أجي أرسمي هنا مستقيم الأعداد ورح أقول على يمينه هنا إشارة F ورح أثبت علي الثلاثة هذا X أكبر من الثلاثة وهذا X أصغر من الثلاثة من اختار أكبر من الثلاثة مثلا أربعة أعوض بالمشتقة الثانية يطلع لي جواب موجب ومن أخذ أقل من الثلاثة مثلا أثنيا أعوض بالمشتقة الثانية رح يطلع الجواب سالب إذن الموجب مقعر اللي هو كان كيف أب والسالب محدب اللي هو كان كيف دون ما طول أكو اختلاف بالإشارة إذن معناها النقطة المستخرجة أكيد هي نقطة انقلاب اللي هي انفلكشن بوينت إذن أريد هذه الأكس ضحى أعوضها وين أعوضها استاذ بالدالة الأصلية أعوضها بالدالة الأصلية إذن معناها صورة الثلاثة شراح تساوي أثناء ناقص قلاثة أستاذ الاسر الصفر زائد واحد فإذن الواي تساوي واحد أزين إذن معناها الواي تساوي واحد إذن صارت عندي النقطة الثلاثة واحد هذا شنون استاذ الاي تمثل التلاثة والبي تمثل واحد لها انفلكشن بوينت ها إذن هسه هذه الانفلكشن بوينت اللي هي رح أأي أقول عليها نقطة انقلاب طبعا هنا طلاب المتميزين يمنع بالإجابة كتابة أي كلمة عربية إلا في حالة الطوارئ يعني هنا إذا صار عدكم فتشي وبحيث ما تقدرون كتبون إنجليزي فلا بأس لكن بحالات محدودة جدا لكن الكتابة عموما تكون هنا باللغة الإنجليزية المدارس الاعتيادية اعتيادة بالعربي فسه 3-1 تساوي A-B يعني معناها شنو وش راح يصير عندي الأي تساوي 3 والبي تساوي 1 الجزء المتعلق بالفصل الثالث انتهى فستحول السؤال إلى فصل الرابع يقول لي أريد منك القيمة العددية لهذا المقدار البي عندي الأي عندي الاف برايم أنا مريت بيها الاف دابل برايم أنا مريت بيها إذن الحاجة يعوض كل شيء مكان تكامل من صفر من صفر إلى بي والبي هو واحد والمشتقة الأولى هي ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة تربيع دي اكس ناقص الأي عندي اللي هو ثلاثة والمشتقة الثانية رح يصير ستة في اكس ناقص ثلاثة تي اكس زين من دا يريد مني جد القيمة العددية يعني معناها كامل وعوض وطيني جواب جمانة شنو رأيك رح نكامل يعني طريقة عادية تكامل مباشر رح يكون تكامل من اكس ناقص ثلاثة نعم للأس ثلاثة نعم قاعدة خامسة الاعتبار ان اليو هو اكس ناقص ثلاثة المشتقة ماتة واحد دي اكس موجودة اضيف للأس واحد رح يصير ثلاثة رح يصير واحد اقسم على ثلاثة من رح يختصر ثلاثة ويه ثلاثة اذا معناها رح يكون الجواب اكس ناقص ثلاثة تكعيب هذا مليوين من صفر الى واحد ناقص الثاني شرح يصير تكامل رح يصير رح نضيف للأس واحد يصير اثنين نقسم عليه يصير اثنين اثنين على اثنين ستاوية اثنين يصير ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة ايضا ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة هنا تربيع من صفر الى ثلاثة طبعا هذه الثلاثة اريد اكتفى خارج القوس اريد داخل القوس ماكو مشكلة المهم هسه رح اجي اعوض حد على واحد ادنى منه عوض الحد الأعلى اش رح يصير عندي واحد ناقصا ثلاثة اللي هو ناقص ثلاثة بس هنا دير بالكم هنا عندي سالب لازم افتح قوس شبير ناقص ناقصا ثلاثة في قوس اللي هو صفر ناقصا ثلاثة تربيع صفر ناقص ثلاثة تربيع إذن أول واحد واحد ناقص ثلاثة سالب ثمانية سالب ثمانية سالب ثمانية صفر ناقص ثلاثة هذا سالب ثلاثة تكعيب سالب ثلاثة تكعيب سالب ثلاثة تكعيب سالب ثلاثة 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 سالب صفر في صفر راح تبقى صفر هذا صفر زيان صفر ناقص ثلاثة سالب ثلاثة ترفيع تسعة فيه سالب ثلاثة سالبع وشرين سالبا وشرين وعني سالب برا راح يصل موجب سب Queensland ايضا معناها راح يكون موجب سبعة وعشرين ايضا ده 27 و 27 هذا 54 ناقص ثمانية اذا هذا سيصير عندي ستة واربعين اذا شنو التغيير اللي ممكن اسوي بالسؤال ممكن اغير الدالة ممكن ما اقول اكس ناقص ثلاثة تكعيبة سوى مثلا اكس زائد واحد تكعيب اكس ناقص سبعة تكعيب اي دالة اخرى بحيث استخرج نقطة الانقلاب واريد منكم تكامليا واحد المشتقى الاولى واحد المشتقى الثانية ممكن اصلا نفس السؤال اجيبة ولكن اخلي الاي هنا وخلي البي هنا رح يطلع جواب اخر مختلف ولكن نفس الاطار العام هذا ما يخص الاسئلة الخاصة بالتمارين اللي اخذناها بالدرس الماضي اكتوجد تمارين عامة في نهاية الكتاب مالتكم اذا انتم بالملزة ما يقابلكم اكتو تمارين عامة نعم استاذ يجينا بالسؤال يعني نقطة تماث وكذا لو ما يصر نقطة تماث اي استاذ يعني شنو المال بالفصل الثالث يعني هسا هي المعلومات انت باعتبار الامتحان الوزاري رح تيجي تمتحن لكل الكتاب فالمعلومات اللي اخذتها بالفصل الثالث اذا اراد يدمجها والفصل الرابع فممكن تمام هسا هنا التمارين نعم تمارين عامة محاذر استاذ ها هو هاد اريد احتيها هسا التمارين العامة اللي موجودة في نهاية الكتاب هسا رح تقول انت بالملزمة التمارين العامة ويكل موضوع حال لنا التمارين عامة بنهايته زين هسا انت شنو يعني تعاندوا يا الوزارة بين تمارين عامة مكيفيها وانت تتريد تحبنا اذا قرار الوزارة للسنة الثالثة على التوالي بان هنا التمارين العامة مشمولة ضمن التكييف مشمولة ضمن التكييف ولكن اللي دا يصير احيانا واضع الاسئلة الوزارية دا ينسى ولا يجيب من عدها اسئلة فعلا يعني هنا جاية في الامتحان الوزاري من التمارين العامة مثلا في هذا السؤال على الرغم من انه مكيف اجابة الامتحان الوزاري وعدنا هذا السؤال على الرغم من انه مكيف اجابة الامتحان الوزاري لذلك يعني الغاء او تكييف التمارين العامة هو اصلا عدنا علي علامة استفهام يعني ما كفت داعي لتكييف التمارين العامة لان التمارين العامة هو مو موضوع حتى احذفه بسه اكو مواضيع انهذفت بسه بالفصل الرابع نهاية حجوم دورانية حذفه بعد ما اقدر اجيب للطالب سؤال حجوم دورانية لان الموضوع انهذفه بشكل كامل ولكن التمارين العامة اللي موجودة امامكم هي من صلوب مواضيع الكتاب فلذلك نصيحتي لكم بان تقرون التمارين العامة حتى لو الوزارة قالت مكيفة لان صارت في اكثر من مناسبة سابقة جابوا اسئلة من التمارين العامة الدرس الماضي قبل الماضي احنا حلينا ذني الاسئلة الخاصة بالمشتقة حليناها في الجزء المسابقة القبلة اليوم رح نجي نحل الاسئلة الخاصة بالتكامل شنو سؤالك بابا بس هذا التمارين العامة مالك للأفصل المحذوفة التمارين العامة في نهاية الكتاب مكيفة ضمن قرار المديرية العامة للمناهج ولكن بالوزارة احيانا دايجيبون منعدها سهوا زين فالمفروض هو ما يجيب منها لكن دايجيبون منعدها لذلك احنا شنصح اقول لا ابنة نقولهم انتم مالكم علاقة التمارين العامة تقروها حال حال المواضيع البالكتاب لان التمارين العامة هي مو موضوع التمارين العامة هي امثلة ضمن موضوع احنا ما اخذيه فضروري بان تقروها وكل الاسئلة اللي موجودة بالتمارين العامة محلول لعدكم بالملزمة في نهاية كل موضوع هسه اذا اروح الى الفرع اي الفرع اي يقول لي اريد منك تكامل كوساين اس اربعة اكس ناقص ساين اس اربعة اكس السؤال ممكن يحل بطريقتين الطريقة المطولة جدا بان الكوساين اس اربعة سوي تربيع تربيع والساين اس اربعة ايضا سوي تربيع تربيع واستخدم ابو النص نصف في واحد زائد كوساين ضعف الزاوية بالنسبة للكوساين تربيع الساين تربيع نصف في واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية وبعدين فتح الطويل عريض لما اصل الى الجواب الطريق المختصر لهذا السؤال ها احجي له انتو تحجو الطريق المختصر لهذا السؤال اريد اللي ممشاركين لحد الان محمد ورحيم شو تقول هنا رأي نفصل نسوي تربيع بتربيع يعني شلون يعني زاد يعني كوساين تربيع الاكس ناقص ساين تربيع الاكس نعم في كوساين تربيع الاكس زاد يعني معناه زاد احل الفرق بين مربعين زاد اذا هذا راح اجي احل الفرق بين مربعين راح يصير كوساين تربيع ناقص ساين تربيع إذن هنا من الحقور يساوي تكامل إذن كوسين تربيع X ناقص سين تربيع X في كوسين تربيع X زائد سين تربيع X حللت فرق بين مربعين هذا طلع بقوسيا كل قوس هو عرف لوحده كوسين تربيع ناقص سين تربيع شنوه استاذ هذا مواحد زائد سين تربيع هذا واحد لكن كوسين تربيع ناقص سين تربيع مو كوسين 2X كوسين 2X نعم إذن كوسين 2X بيثلت قوانين كوسين تربيع ناقص سين تربيع 2 كوسين تربيع X ناقص واحد وواحد ناقص 2 سين تربيع X إذن هذا مباشرة رح يصير تكامل كوسين 2X في واحد دي اكس يعني معناها رح يصير تكامل قناه موازنة ساين ساين اتن اكس بس احتاج موازنة نعم يعني نصف برا اي واثنين اللي هي رح تروح يعني هسه كأنه انت اللي داتريد تسويه هو هذا واحد عالا 2. cos 2x وهذه 2 dx إذن هذه راح تروح. إذن معناها شنو الجواب. ش راح يصير? نصف 2x. نصف 2x. إذن هسه هذا سؤال الكتاب. إذا أريدت أغير لك باتشر واحد من التغييرات ممكن هذا يصير 2x وهذه 2x يعني هذا يصير 2x وهذه 2x. الزاوية كلها يصير 2x. cos تربيع زال 1x تربيع 1. لأي زاوية المهمة الساوية. لكن cos تربيع 2x ناقص sin تربيع 2x إذن هذا راح يتحول cos 4x. ممكن أجيبكياتة كامل محددة. أقول لك من إلى من صفر مثلا إلى pi على 3. راح تجي مكان ما تكتب زال c. راح تعوض حدا على 1 أدنى. إذن هذا ما يخص الفرع أي. قبل ما أروح إلى الفرع b سؤال مرة إجي بالامتحان الوزاري وياريت لو تكتبوه بدفاتركم. السؤال يقول لي أريد منك تكامل ساين تربيع x زائد كوساين 4x دي اكس ركزوا يا راح أجي أحل هذا السؤال بشكل مفصل وراح أشوف هل السؤال خارجي أم السؤال منهجي الساين تربيع لوحده موجود عندي بالكتاب ومحلول الكوساين اس أربع علي وحده موجود بالكتاب ومحلول لكن اثنيناتهم سوى ما موجود بالكتاب لكن إجي بالوزاري إذن طريقة التكامل الساين تربيع هذا راح أسر عندي نصف في واحد ناقص كوساين الضع في الزاوية قوانين تحويلات وحافظها احنا الكوساين اس أربعة هذا اش راح أسوي أسوي كوساين تربيع اكس الكل تربيع وهذه كل هدي اكس اتفقنا احنا في مناسبات سابقة إذا إجاني كوساين تكعيب اكس أخذ من عنده كوساين تربيع اكس في كوساين اكس وهذا الكوساين تربيع أستخدم القاعدة الذهبية نعم استاذ هنا ساين تربيع الاكس موحد ناقص كوساين تربيع اكس لا كوساين اثنين اكس ضعف الزاوية قاف انت كاتب القانون خطأ بالتحويل إذن ساين تربيع اكس اكو فرق ساين تربيع اكس بالقاعدة الذهبية هو واحد ناقص كوساين تربيع اكس بالقاعدة الذهبية بالقاعدة الفضية هو نصف في واحد ناقص كوساين اثنين اكس فلازم اتميز بين الاولى والثانية فمن يجيني الساين تربيع لوحده استخدم قانون النص من يجيني الكوساين تربيع لوحده استخدم قانون النص نص في واحد زائد كوساين ضعف الزاوية من يجيني ساين تكعيب لوحده من اخذ من عنده ساين تربيع وهذا يبقى ساين اكس هنا هذا الساين تربيع اقول واحد ناقص كوساين تربيع اكس في ساين اكس على مو أوزع لكن من يجيني سين أس أربعة لوحده كوسين أس أربعة لوحده راح أسوي تربيع لكل تربيع وأيضا أستخدم قانون النص إذن في وقتها إحنا من قلنا الكوسين تربيع أكس كتبنا بي قانونيا واحد واحد ناقص سين تربيع أكس والآخر نصف في واحد زائد كوسين اثنين أكس هذا القانون يستخدم إذا كان الأصل اللي سحبت منها تربيع فردي وهذا القانون يستخدم إذا كان الأصل اللي سحبت منها التربيع هو حعل Von Z إذن ناسب هذا السؤال كوسين أس أربعة سويته تربيع تربيع زيان أريد أحول الكوسين تربيع أختار أختار القاعدة الذهبية đầu الفضية إذا راح تقولولي الفضية ليش لأن هذه التربيع أصلا جاية من أصل زوجي إذن شو رح يصير عندي هنا تكامل نصف في واحد ناقص كوساين اثنين اكس بالانتظار زائد هذا الكوساين تربيعي بالداخل رح يصير نصف في واحد زائد كوساين اثنين اكس ولكن هذه كلها تربيع وهذا دي اكس جيم شو رح يسوي التربيع مرة رح يصير عن نصف يصير واحد على اربعة ومرة رح يصير على القوس السوي مربحة دانيا إذن معناها شو رح يكون الجواب ويساوي تكامل نصف بعد القوس الشبير نصف في واحد ناقص كوساين اثنين اكس زائد مربع النص هذا ربع ورح يسوي مربع حدانيا إذن معناها واحد زائد اثنين كوساين اثنين اكس زائد كوساين تربيع اثنين اكس إذن هذا كلها دي اكس اثنين هنا هنا نور تسأني عالتشات تقول لي ما يصير نحنا من البداية نوزع التكامل أسوي تكامل ساين تربيع دي اكس زائد تكامل ساين أربعة دي اكس أقولها نعم يصير يصير جدا ولكن حل السؤال كقطعة وحده هسه رح تشوفون شنو الفائدة مات النص ما أقدر أطلعها للخارج هذه النص لأن ما مضروبة بالكل ولا هذا الربع أقدر أطلعها للخارج إذن النص رح تنضرب بالقوس الربع رح تنضرب بالقوس ورح توصلنا أخبار سعيدة شنو الأخبار السعيدة رحكزوا نص ناقص نصف كوساين اثنين اكس النص توزعت زائد ربع زائد ربع في نص يعني معناها رح يصير نص كوساين اثنين اكس زائد ربع كوساين تربيع اثنين اكس دي اكس زائد شنو الخبر السعيد بأن سالب نصف كوساين اثنين اكس ويا الموجة بنصف كوساين اثنين اكس هذا صفر في حين لو موزعني التكامل يجوز ما اشوفها لي ما تبين عندي فالاختصار ما رح اشوفها زين بعد عندي حدود مش شافة اقدر اجمعها نصف زائد ربع رح يصير ثلاثة ربع هذا نصف زائد ربع بعد الكوساين تربيع مني جيني واحدة هذا لازم استخدم ابو النص وعندي ربع رح يصير عندي ثمن يعني معناها ش رح يصير عندي هسة تكامل ثلاثة على اربعة اذن هذا قوس شبير زائد ربع في نصف معناه ثمن واحد زائد كوساين اربعة اكس اذن هذا كلدي اكس الثمن رح تدخل على القوس يعني معناها رح يصير ثلاثة على اربعة زائد واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية كوساين اربعة اكس دي اكس ثلاثة على اربعة زائد واحد على ثمانية واحد مقامات رحزة السبعة على ثمانية شنو التكامل ماتة رحزة السبعة على ثمانية اكس زائد هذا الواحد على ثمانية منه رح يجي يجي واحد على اربعة مقلوب مشتقة الزاوية يعني رح يصير عندي واحد على ثمين وثلاثين ستاين أربعة أكس زائد سي رح أحطيكم مجال فالدقيقتين أريد تحلون هذا السؤال بالدفتر ويا حبدة لما تبعون على الشاشة حسب ما افتهمتم من عندي أريد تحلون السؤال نروح نشوف السؤال الآخر بالتمارين العامة شنو رأيكم إذا إجاكم هذا السؤال بالوزاري شلون رح تبدون الحلمات نعم حسناك السلام عليكم السلام عليكم نعم هنا علي وزعت نعم سوأت لكامل ساني اثنين اكس كوسين تربيع اثنين اكس زيان أوكي لسا هنا لحد الآن صحيح ولكن أكفت شيء أفضل مما أقول ساين في كوسين تربيع كوسين تربيع اكس يعني أسوية من تربيع أخليها بالبداية تكون أفضل أم القوة بالبداية تكون أفضل إذا معناها كوسين تربيع اثنين اكس ساين اثنين اكس إذا هنا هذا الأول بعد زايد ساين اثنين اكس في اثنين يعني اثنين ساين اثنين اكس اثنين ساين اثنين اكس نعم بعد ناقص كوسين تربية 2x ناقص 2 إذن كوسين تربية 2x وهذا ناقص 2dx إذن كوسين تربية 2x وهذا ناقص 2dx إذن سألني هنا وزعت التكامل إذن رح أسويها 3 تكاملات التكامل الأول رح يصير عندي كوسين تربية 2x تربية 2x وأترك فتفراغ صغير وأقول هنا سين 2x dx إذن تكامل الثاني الثاني طلع أسهب الرد تكامل سين 2x dx إذن هذا تكامل سين 2x dx إذن هذا الكوسين تربية شو رح أسويها سويت يعني ودت لابو السيارة يعني سويت 1 على 2 إذن نروح لابو السيارة قلنا لصرفنا الكوسين تربية إذن الطعنة نصف فيه شنوه واحد زائل كوسين واحد زائد كوسين 4x وهذا أيضاً اكتب dx ناقص تكامل تكامل 2dx 2dx إذن أستاذ هنا احتاج موازنة أول تكامل نعم اليو منه كوسين تربية 2x اليو كوسين تربية له فقط كوسين كوسين 2x المشتقماته شنوه سالب ساين 2x فيه 2 فيه 2 إذن شا احتاج سالب 1 على 2 برد وسالب 2 نجوه إذن معناها احتاج بالداخل سالب 2 هذه موازنة وهذه رح تكون سالب 1 على 2 إذن شنو ناتج التكامل ماته سالب 1 على 2 زائدنا الكوسين 1 صار 3 نعم أي سالب 1 على 6 كوسين 2 إذن رح ينظروا فيه 1 على 3 إذن رح يصير سالب 1 على 6 كوسين تكعيب 2x إذن هذا أول واحد انتهي هنا من نقاعدة 5 بعد الثاني هذا مباشر فصر سالب 2 كوسين 2x لا هنا لأنه مباشر اليو منه 2 اليو هي 2x المشتقة ماته شنو اثنيا اثنيا فهذه الثنيا بعد عجل مطلحها برا اي مو فهذه الثنيا بعد ما طول احتاجها رح امسحها وقلها احنا احتاجك بالداخل إذن معناها رح يصير هنا أكو بالداخل هذه الثنيا رجعتها المكانة إذن صارت مشتقة الزاوية موجودة إذن شنو تكامل السين كوسين 3x كوسين أو سالب كوسين سالب كوسين 3x سالب كوسين 2x سالب هنا صارت 1 على 2 تكامل الثابت في دالة هو الثابت في تكامل الدالة يعني شي يصير صارت 1 على 2 قوس زائد سين 4x هنا تكامل الواحد شنو x وكوسين 4x شي يصير سين 4x وزاوية 4 يعني تطلعني براء 1 على 4 1 على 4 إذن احتاج 4 بالداخل هذه تروح واحتاج 1 على 4 إذن معناها 1 على 4 سين 4x وتكامل الثانيين هذا رح يصير اثنين x زائد سي إذن الطالب اللي يوصل إلى هنا ياخد درجة كاملة اللي يريد يسويه مستحبات هذه النصف رح تنظره مرة بالأول ومرة بالثاني وبعدين أجي أكمل شنو التغييرات اللي ممكن أسويها بالإنفتاح صاحب نعم صاحب احنا عدنا هنا اثنين وحدها ليش دخلناها جوه وياهو هاي الثاني من اشتقينا اثنين اي صاحب هيا مو احنا عدنا من خارج اثنين عايش ندخناها لا مو أنا احتاجيتها لأن مشتقد الزاوية شنو 2x 2 مشتقد الزاوية 2 فأني ليش ده أوازن مو إذا هي موجودة رجعت هيا يجي طالب يقولي أنا ملتفتت نعم تمام ساب اي مو أنا يقول ملتفتت أنا الثنين سحبتها بره فأقول له ماكو مشكلة اكتب بالداخل الثنين وبره واحد على الثنين هم راح تختصر تمام ساب مو يبقى واحد في حين لو كانت الزاوية هنا 3x وآني عندي اثنين بره فالثنين تبقى بره فأحتاج بالداخل ثلاثة وبره واحد على ثلاثة زين التغييرات اللي ممكن أسويها لكم بأن هذه الثنين ألغيها هاي الثنين ألغيها التوزيع نفس التوزيع لكن راح يصير عندي كوساين تربيع x في ساين 2x هنا راح تكون الزاوية مختلفة وإذا كانت الزاوية مختلفة فلازم أوحد زواية أنا عندي طريقين لو اثنين هم أسويهم x لو اثنين هم أسويهم 2x إذا أحول الكوساين تربيع فرح يصير نصف في واحد زائد كوساين 2x وإذا أحول ساين 2x فرح يصير 2 ساين x كوساين x أذن أسويهم نفس الزاوية هذا التكامل الأول زين من ينظر بالثاني هذا الساين على وضعة هذا رح يصير كوساين تربيع x حول أبو النص والثنين هذا على وضعة تكامل مات 2x هاي إذا كانت الزواية مختلفة ممكن بأن هذه أسويها ساين تربيع 2x إذن من أوزع هذا شرح يصير عندي رح يصير ساين تكعيب فمعناها طريقة الساين تكعيب سؤلفناها قبل شوية أسويها ساين في ساين تربيع وتربيع أقول علي واحد ناقص ساين تربيع نفس الزواية وبعدين أجري عملية التوزيع اللي عنده سؤال ساين هنا تقدر ساوي محدد ممكن أصوي محدد وبعدين نتعود حد 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 ممكن باقي الأسئلة اللي موجودة بالتمارين عام هي أسئلة خفيفة السؤال السي هذا ما أخذ إحنا أصلا هذا لن مطلق x على x يعني معناها اللين مطلق x في 1 على x مشتقة اللين موجودة بصفة أضيف للأس 1 وأضرب في مقلوبة يعني رح يصير عندي نصف لين تربيع الفرع d الساين هذا مباشر لكنه يشترط وجود مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية هي ثلث x السالب 2 على 3 أنا عندي x السالب 2 على 3 ورمى هذا يصعد إذن أحتاج بالداخل الثلاث وبر 3 وية 2 رح أصير 6 وتكامل الساين رح يصير عندي سالب cos الفرع e هذا يحل على الطريقة الطائية الكوسي كانت تكعيب إذا إجب صف كوتان أداينا واحد رح يصير كوسي كانت تربيع في كوسي كانت في كوتان مشتقد الكوسي كانت هو السالب كوسي كانت في كوتان فقط أحتاج السالب أضيف للأس واحد وأضرب في مقلوبة يعني رح سالب ثلث كوسي كانت تكعيب X زائد C الفرع F نعم بالنسبة للأس من الأس مالت دائما أعتبر اليو هو أعتبر اليو نعم هو من هو لي يطي بس السي كانت يطي للتان والكوسي كانت يطي للكوتان هو رح يصير يو ورما يطي هو رح يصير يو هذا السؤال احنا أصلا ما أخذيه في بدايات سأجي أسحب X تكعيب عامل مشترك الكل الثلث سأجي أوزعها مرة على الأول ومرة على الثاني ورح يصير عندي هنا تكامل قاعدة خامسة الفرع G واضح جدا بأن المقام هو مربع كامل يعني سيصير X ناقص 7 تربيع يصعد لي فوق سيصير السال بثمين مشتقد داخل القوس موجود أضيف للأس واحد وأضرب في مقلوبة نعم هذا السؤال ما يمكن نسحب X تكعيب عامل مشترك سأجي 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 خمسة على X يعني نظل X تربيع آه تمام سأجي X تربيع عند القسمة تطرح الأس ما يمكن نعمل شنو التعميم يعني هنا هذا السؤال الآن هنا سأجي أسحب X تكعيب إذا نسح هنا سأجي نحاول المرعلي مره سريع إذن هنا سأحاول إلى أسس يعني سأجي تكامل وأسحب بطريقي X تكعيب عامل مشترك شي يبقى عندي يبقى ثلاث ناقص خمسة X تربيع وهذا الكل 1 على 3 X الواحد على ثلاث ستتوزع مرة على أول مرة الثاني إذن سأصبح X تكعيب 1 على 3 و3 ناقص 5 X تربيع 1 على 3 DX X تكعيب 1 على 3 سأصبح X يصبح يم DX يعني معناها 3 ناقص 5 X تربيع 1 على 3 DX شنو مشتقد داخل القوس هو السالب 10 X إذا نحتاج بالداخل سالب 10 وبر سالب 1 على 10 وبعد أضيف للأس 1 وأضروف مقلوب السؤال H تكامل نعم من يوزع بعد ما وزع رأس أكتب يعني رأس مصال X يفضل أنا وزع هو يصير لكن يفضل أنا وزع الفرح H تكامل E شنو هو نفسه بشرط وجود مشتقد الأس مشتقد الأس هو 3 سي كانت ربيع 3 X إذن إذن أحتاج تكامل كل المحاضرة مال اليوم إن شاء الله ترفع اليوتيوب وإذا تردون تعيد مشاهدتها وبشر امتحانكم إن شاء الله يبدأ ساعة بالتسعة إلى الساعة الـ 12 وأستلم الإجابات مالتكم على الخاص شكرا لكم وتصبحون على الأخيان